مشاهدين الكرام في كل مكان برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الاسبوعي عبر الكتاب وما زلنا نصلي لأجل كل الإخوة وكل الذين فقدوا عزيز عليهم بسبب الزلزال في تركيا وسوريا وبالأمس أيضا في لبنان ونصلي أن الرب يرحم نفوس عبيده في كل مكان موضوع حلقة اليوم من الموضوعات المهمة واللي بيطرح دايما سؤال بخصوص فترة ما بعد موت المسيح وقيامة المسيح ولهذا موضوع الحلقة هو بعنوان هل نزل المسيح إلى الجحيم هل نزل المسيح إلى الجحيم أنا أعرف أنه دي تعتبر يعني عقيدة عند البعض وبتؤسس على تفسير لبعض النصوص الكتابية لكن النهاردة أحاول أني أطرح هذا الموضوع من عدة زوايا وأتناول بوضوح وأجاوب على بعض الأسئلة المتعلقة به وهي هل فعلا نزل المسيح إلى الجحيم وما هو الجحيم وهل الجحيم هو مكان للعذاب وما الفرق بين الجحيم والهاوية وكيف للمسيح أن ينزل إلى الجحيم وهل أنبياء العهد القديم كانوا في الجحيم والمسيح نزل لكيما يبشرهم بالخلاص الذي صنع العود الصليب كل هذه الأسئلة أحاول في هذه الحلقة أني أتناولها وأقدم بعض الإجابات على هذه الأسئلة لنبدأ مع بعض بإقرار الإيمان الرسولي إقرار الإيمان الرسولي بيقول الآتي بيقول أؤمن بالله الآب الضابط الكل خالق السماء والأرض وبيسوع المسيح ابنه الوحيد ربنا الذي يحبل به من الروح القدس وولد من مريم العذراء وتألم على عهد بيلاتوس البنطي وصلب ومات ودفن ونزل إلى الجحيم هي دي العبارة اللي موجودة في إقرار الإيمان الرسولي وإقرار الإيمان الرسولي يختلف طبعا عن إقرار الإيمان النقوي وهتكلم عن الجزء يبعدين يقول وقام أيضا في اليوم الثالث من بين الأمواد وصعد إلى السماء فاللخبطة كلها أو الحيرة كلها جاية من هذه العبارة ونزل إلى الجحيم ما الذي يقصده من وضعه إقرار الإيمان الرسولي بعبارة ونزل إلى الجحيم طبعا الدكتور منقز بيحاول أنه يعني يطرح بعض الأسئلة بخصوص هذه العقيدة وعش كده خلونا نشوف أول فيديو طرحه الدكتور منقز بخصوص عقيدة نزول المسيح إلى الجحيم ونرجع نعلق على الفيديو ماذا عن الأبرار جنال الفيديو؟ موسى عليه الصلاة والسلام الأنبياء عليه الصلاة والسلام أين مصير هؤلاء الأبرار؟ هل لهم نصيب في الحب الإلهي؟ ما هو مصير هؤلاء الأبرار؟ مصيرهم أيضا إلى الجحيم وإن نصيبهم من الحب الإلهي جناب الوسط طيب هو طبعا دكتور منقز على طول قال أنه أنه الأبرار بتوع العهد الأديم موسى وإليا وداود وغير وغير ومن الأبرار الذين في العهد الأديم أين مصيرهم؟ بحسب العقيدة دي هم في الجحيم هم في الجحيم والمسيح نزل إلى الجحيم فأين عدالة الله؟ فأين عدالة الله؟ وكيف يكون الأنبياء الأطقياء والأبرار الذين عاشوا في العهد القديم؟ مصيرهم هو الجحيم ويظل في الجحيم حتى يأتي المسيح لكي ما يخرجهم من الجحيم طيب خلينا الأول أخذ معنى الكلمات لأنه لما بنحط تعريف للكلمة بالصورة بتوضح أكتر فالتعريفات مهمة لأي تعبير أو لأي فهم لهوتي إن إحنا نعرف إحنا عايزين نقول إيه والكلمة دي بتعني إيه؟ فما هو المعنى اللغوي لكلمة الهوية المستخدمة في العهد القديم؟ كويس؟ أولا في العهد القديم الكلمة المستخدمة في العهد القديم والتي تترجم بالهوية هي كلمة شئول كويس؟ وقد وردت هذه الكلمة خمسة وستين مرة في العهد القديم وعندما ترجم العهد القديم من اللغة العبرية إلى اللغة اليونانية استخدم المترجمين كويس؟ في الترجمة السبعانية الكلمة اليونانية حادث أو عادث لكي ما يشير بيها إلى الهوية فهناك آيات كثيرة في العهد القديم تتحدث عن الهوية الهوية بكل بساطة تعني في المعنى القريب لها أنها القبر ولأنه القبر فهو مكان ظلام ولأنه قبر فهو مكان تحت الأرض يسكن فيه الأموات هو مكان ينسى فيه الإنسان زي ما يقوله ومكان الساكنين فيه لا يسبحون لأنه مكان أموات فالهادث أو الشئول في تعرفنا للكلمة من الناحية اللغوية يشير إلى القبر كويس؟ يشير إلى مكان الأموات الذي لا توجد فيه حياة لأنه مكان أموات فهو أيضا مصير مصير الأشرار ومصير الأبرار لكنه أيضا يشار إليه واستخدم أيضا عنه أنه مكان للأشرار عندما فتحت الأرض فاها وابتلعتهم فسقطوا في الهوية نقر عنها نقر عن الجزء ده قريب لكن ما هي زي ما أقول الهوية؟ الهوية في العهد القديم هي تشير إلى مكان الأموات سواء الأبرار أو الأشرار يعني كل الذين ماتوا من الأبرار راحوا إلى القبر وكل الذين ماتوا من الأشرار أكسادهم راحت إلى القبر كويس؟ هو مكان للأكساد وليس مكان للأرواح أوضح تاني أن الكلمة الهوية اللي هي شيء قول هي مكان للأكساد ولكن ليس مكان للأرواح فلما يتكلم عنها الكتاب في العهد القديم بيتكلم عن مكان تحت الأرض مكان مظلم أرض نسيان هناك لا يوجد تسبيح زي ما قلت للرب ده معنى الهوية كويس؟ علشان كده الهوية في العهد القديم هي مكان للأكساد أكساد الأموات وليس أرواحهم أكساد الأموات وليس أرواحهم طبعاً احنا كلنا عارفين أنه إعلان الله في الكتاب المؤدس هو إعلان متدرج وهذا الإعلان اكتمل في شخص يسوع المسيح فحتى المعرفة عن عن الحياة الأبدية وعن الفردوس وعن ماذا بعد الموت هذه المعرفة كانت معرفة متدرجة فكان كل الفكر أنه لما الإنسان بيموت الإنسان بيموت وبيوضع جسده في مكان يسمى القبر أو يسمى الهوية ورجال الله في العهد القديم أشاروا إلى القبر على إنه الهوية وأشاروا إلى الهوية على أنها أيضاً القبر طيب أجي في العهد الجديد في العهد الكديد الكلمة زي ما قلت اللي هي هادث هي مكان للأموات وهو مكان عذاب يعني التعبير اللي استغدام بالأخص في لوأة 16 في قصة الغني والعازر أنه الغني كان يتعذب في الهوية فعندنا إشارة أنه الهوية أيضاً كلمة الهادث في العهد الجديد تشير إلى مكان فيه عذاب للأشرار لكن في نفس الوقت إبراهيم كان في مكان آخر والعازر كان في حدن إبراهيم عش كده البعض على طول فكر وقال لا لا هو الهوية فيها مكانين الهوية بتحتوي على يعني زي ما تكون مثلاً عندك مبنى واحد بس فيه قطين مختلفين المكان الأولاني في الهوية هو مكان معد للأشرار حيث العذاب والعقاب الإلهي والمكان التاني في الهوية هو مكان انتظار مؤمنين العهد القديم هو مكان فيه المؤمنين موجودين يطلق عليه ممكن حدن إبراهيم كويس يعبر عنه بإنضم إلى أباؤه فهذا مكان آخر موجود في الهوية فالهوية تنقسم إلى قسمين ويوجد فيها مكانين مختلفين طبعاً الكلام ده كلام غير صحيح لأنه يعني مبني على الفكر اليوناني وليس على التفسير الكتابي للعقيدة المسيحية لما يجي إلى الهوية الهوية كمكان أو كشئول في العهد القديم تشير إلى يستخدم نفس الكلمة في أربع استخدامات أو أربع إشارات كلمة نفسها ممكن لما نجمع كل الآيات اللي تقالت عن الهوية نقدر نقول إنها بتشير إلى أربع حاجات أولاً بتشير إلى مكان غير مرئي يسكن فيه الأموات وده القبر وكل القبور في العالم القديم كانت تحت الأرض أو لو أنت غني لو أنت غني تقدر أن أنت تبني ليك مقبرة أو تشتري ليك مقبرة لكن لو زرنا أي بلاد في الشرق الأدنى القديم سواء في مصر سواء في سوريا سواء في بابل هنجد أن القبور هي كلها تحت الأرض فهي مكان غير مرئي بيسكن فيه أكساد الأموات عشان نبقى واضحين يبقى الهوية مكان بيسكن فيه أكساد الأموات هنا يعقوب بيقول إيه يعقوب لما لما يوسف ألوله يعني أولاده وضحكوا عليه وألوله أن يوسف ابتلعه زئبه وأتله فبكى يوسف بكى يعقوب على يوسف لما جم ياخدوا بن يمين كويس بعد كده أيضا رفض أن يعطيهم بن يمين لكن لما جم ألوله على يوسف قال هذه العبارة يوصف لنا الكتاب كلمات يعقوب وحزن يعقوب على يوسف فقال فمزق يعقوب ثيابه يعقوب مزق ثيابه ووضع مسحا على حقويه على من الحزن كويس وناح على ابنه أياما كثيرة فقام جميع بنيه وجميع بناته ليعزوه فأبى أن يتعزى وقال إني أنزل إلى ابني نائحا إلى الهوية يبقى هو رايح فين هو عايزول أنا هظل حزين حتى الموت أنا إلى آخر لحظة في حياتي هظل حزين على ابني يوسف الذي مات إني أنزل إلى ابني نائحا إلى الهوية فهل الهوية هي مكان انتظار أرواح لا الهوية هنا إشارة إلى القبر وبكى عليه أبو هي إشارة إلى القبر إنه هيظل حزين إلى آخر يوم في حياته إلى أن يموت ويدفن سيظل حزين على يوسف فهنا كلمة الهوية على طول ممكن نشيلها ونحط بدلها كلمة القبر مكان يسكن فيه أجسام الأموات كمان الهوية هي القبر زي ما قلت القبر اللي بنقرأ عنه كتير مثلا يقول كده في تكوين 42 كمان يفلح ويشق الأرض تبددت عظامنا عند فم الهوية اللي هي لما يعني العظام بتبقى فم الهوية على فم القبر أنه ينبشوا العظام عن القبور وتطلع هذه العظام ويقول أيضا فقال لا ينزل ابني معكم لأن أخيه قد مد كلام أيضا يعقوب وهو وحده باقي فإن أصابته أذية في الطريقة التي تذهبون فيها تنزلون شيبة بحزن إلى الهوية يبقى لما يقول يعقوب أن انت لو عملت ده وراح بن يمين زي ما راح يوسف أنتوا هتنزلوا شيبتي بحزن إلى الهوية يعني هتخلوني أبقى حزين أكثر وأكثر إلى يوم الممات إلى آخر لحظة في حياتي فالهوية في العهد وشيقول كلمة شيقول في العهد القديم يعني المعنى المباشر لها هو معنى القبر كمان هي مكان الأشرار يعني إيه مكان الأشرار يعني عندنا حدثة لما لما تمردوا على على موسى وفتحت الأرض فاها وابتلعت الذين تمردوا على موسى في سفر العدد أصحح 16 فنسمع كده ولكن إن ابتدع الرب بدع وكلمة ابتدع الرب بدع مش إنه يقلف تأليف لأ إنه الرب يصنع أمرا غير المعتاد كويس وفتحت الأرض فاها ده الأمر الغير المعتاد اللي ربه يعمله وابتلعتهم وكل ما لهم فهبطوا أحياء إلى الهوية تعلمون أن هؤلاء القوم قد إزداروا برب فلما فرغ لما فرغ موسى من التكلم بكل هذا الكلام انشقت الأرض التي تحتهم وفتحت الأرض فاها وابتلعتهم وبيوتهم وكل من كان لكورح مع كل الأموال فنزلوا هم وكل ما كان لهم أحياء إلى الهوية يبقى أحياء إلى الهوية كنوع من الأقاب الإلهي ابتلعتهم الأرض يبقى نزلوا تحت الأرض ممكن تقول أنه ماتوا أنه إشارة إلى الموت إشارة إلى أنهم ماتوا أحياء أن الأرض هنا صارت هي العقاب الإلهي الذي يشمل الأعداء وغير المؤمنين فابتلعتهم الأرض أحياء كنوع من العقاب الإلهي الإنسان الطبيعي بيموت طبيعي وبيوتفن أما لا فالأرض فتحت فاها وابتلعتهم أحياء إلى الهوية فالهوية هنا ممكن تستخدم إشارة إلى مكان للأشرار والأثمة لكن كمان في استخدام لها رمزي أوقات كثيرة الكتاب مؤدس يستخدم الكلمة بمعنىها الحرفي وأيضا يستخدمها بمعنى رمزي لها فمثلا يقول ويمحى عهدكم مع الموت ولا يثبت ميثاقكم مع الهوية الذين الذين رفضوا الرب وعبدوا الأوثان كويس عملوا ميثاق مع الموت لأن أجرة الخطية موت وفي نفس الوقت عملوا ميثاق مع الهاوية والموت والهوية واحد كويس هنا فهنا إشارة إلى الدمار الذي سيكون لهم لكن لما يرجعوا إلى الرب يمحى هذا العهد لما يرجع الشعب إلى الرب العهد اللي عملوا مع الموت والمثاقة الذي عملوا مع الهوية يمحى وكأن الله يعطيهم حياة جديدة فهنا استخدمت كلمة الهوية بمعنى رمزي كويس كمان في الهوية استخدمت بمعنى إشارة إلى الطمع لما زيما الهوية واسعة الطمع أيضا وسعة نفسه وهو كالموت فلا يشبع ده استخدام رمزي كويس ودايما في الاستخدامات الرمزية بيحاول نستخدم أكتر من كلمة الإشارة إلى نفس المعنى فالموت والهوية الهوية والموت إشارة إلى نفس يعني منسميها توازيات علشان يؤكد المعنى علشان يؤكد المعنى فالطمع عامل زي الهوية التي لا تشبع وسعت نفسها والموت الذي لا يشبع طيب ده بالنسبة لكلمة شئول في العهد القديم أو الهوية لكن ما معنى الجحيم هل الجحيم أيضا يعني القبر زي كلمة شئول أو الهوية في العهد القديم لا الجحيم كلمة استخدمت في العهد الجديد 12 مرة ومن أكثر المرات التي استخدمت فيها كانت على لسان الرب يسوع المسيح هذه الكلمة تشير إلى مكان معد للدينونة الأبدية للخطاة الجحيم مكان معد ليس القبر ليس القبر الجحيم هو مكان معد للخطاة مكان فيه ألام ونيران وعذاب أبدي للخطاة كلمة جحيم أساسا مشتقة من عند اليهود من وادي ابن هنوم ووادي ابن هنوم كان وادي معروف أوي كانت اشتهرت فيه قبل سنة ستمية ملادية اشتهرت فيه عبادة الصيدونيين للإله مولك الذي كان يطلب الزبائح البشرية من الأطفال فالوادي دوان كانت تقدم فيه الأطفال للأوثان للأوثان كزبائح لكن لما جي يوشيا يوشيا دمر هذا الوادي ونجس هذا الوادي وجعل هذا الوادي خرابا كويس فصار فيما بعد هذا الوادي هو مكان للزبالة وكل الفضلات وللكلاب الضالة والنيران اللي بتولع في الزبالة ما بتطفيش والدخان اللي طلع منها وكل جسس الحيوانات اللي ماتت كويس كانت الناس سرمية هناك فصار هذا المكان فيه دخان باستمرار وفيه نار باستمرار وفيه رائحة كريهة باستمرار كويس فبالتالي بالتالي لما يشير الوادي ابن هنوم استخدم الكاتف في العهد القديم هذا الوادي ليشير به الى مكان اسمه جهنم هو مكان للاشرار حيث الدود الذي لا يموت والنار التي لا تنطفي عشان كده جهنم صار المكان الذي فيه عذاب للاشرار عذاب ابدي طيب اخد مداخلة الاخ جيرجس من امريكا الو الو مساء الخير مساء النور احلا بيك انا كنت عاوز اتكلم في موضوعين الموضوع اللي بتكلم في النهاردة شور وموضوع اللي قابلك كده لماذا المسيح اعو انا انا اتجابلت مع واحد باكستاني او كنا زماهل يعني فبيقول المسيح نبي قلت له لو المسيح نبي انا مش عاوزه انا عندي من الانبياء يعني عدد لا بأس به عملوا لي جووا كل واحد قال كلمتين ومات وفيه اللي سقط منهم في الخطيئ في الخطيئ قلت له انا انا خاطي النبي خاطي زي يبقى احنا والاتنين عاوزين حد يشيل منينا الخطيئ انا والنبي المسيح جاء عشان كده زي فيه تمثيلية عندنا اسم هالمتزوجون كان فيه سامير غانم وجورج قالوا انت عاوز فلوس قالوا ايو وانا عاوز فلوس قالوا ايو قالوا الجنة واحد يدين احنا والاتنين هو ده هو ده اللي عمل المسيح انه سدد ديوننا وديون الاخرين انما الموضوع اللي انت بتكلم فيه النهار ده موضوع شائق ده صحيح عاوز اقول لحضرتك انه المسيح ما خلش اشتادنا بس خلص الاشتاد والارواح الاشتاد بتروح للقبر الارواح راحت فين ما فيش حد دخل الفردوس او دخل النعيم الابدي غير بدم المسيح فقبل كده ابراهيم واسحاق ويعقوب ويونان وكل ده راحوا فين فالمسيح لازم يخلص ارواحهم زي ما خلص زي ما خلص اشتادهم وبعد كده في هو في في افسوس بتقول ما ما هو الا ما هو نزل الى الجحين وسب اسابيا واعطى الناس كرمات الحكاية دي بيقولها زكريا بيقول الى عطق يا اسر الرجاء من الجب الذي فيه ماء مين هما اسر الرجاء دي دولة كل الناس زمان كان الشيطان يقبض على ارواح ويحبسها انا ما عرفش فين المكان ده انما المسيح لما كسر مغليق الهاوية ومتاريس النحاس والكلام ده مكتوب في اشعية وطلع هؤلاء المأصورين اللي اثرهم ابليس ده ده انا اللي فهمه ده عقيد ده الكنيسة اللي معلمهان فالمسيح سبى هذا السبي وقال لهم الى العبق يا اسر الرجاء من الجب الذي ليس فيه ماء سبى سبيا يعني سبى سبيا يعني فيه ناس كانوا مأصورين والمسيح ده اللي احنا بنفهمه انما كانوا فين بالتحديد بالصد ما نعلمش ما كانوا بالفردوس طبعا يعني طبعا المشكر يا بشكر حضرتك قوي على مدخلتك وطبعا انا بسعد بكل مرة بحضرتك بتشارك فيها معانا لانه دايما بتضيف ما هو جديد وجميل الى البرنامج فاشكرك من كل القلب ويعني هتكلم عن بعض الافكار لانه على مدار الكنيسة كان هناك بعض التفاسير المختلفة المرتبطة بهذا فحاول النهاردة ان انا قدمها وفي عقائد ممكن نختلف عليها لكنه لا تؤثر على ايمانا لا تؤثر على خلاصنا يعني ووحدة من الحاجات دي يمكن نزل الى الجحيم وتفسير ما هو الجحيم اللي ممكن يكون موضوع اختلاف لكن بشكرك جدا واتمنى ان بقية الحلقة يكون بيجاوب على الاسئلة بتاعت حضرتك اوكي كتر خير ربنا يخليك طيب اجي الى وصلب ومات ودفن ونازل الى الجحيم الموجودة في اكرار الايمان الرسولي عبارة ونازل الى الجحيم غير موجودة في النسخ القديمة لقوانين الايمان يعني لو رحنا الى قانون الايمان حتى النقاوي اللي يعتبر اللي هو سنة 325 لا نجد هذه العبارة موجودة فيه ويس هذه العبارة ذكرت سنة 650 في نسخة لقانون الايمان نسخة روفينوس واعتقد اللي كان مقصود منها هو انه نزل الى القبر يعني كلمة ونزل الجحيم لا تعني نزل الى مكان فيه نار وعذاب وهلك لكنه نزل الى القبر لانه زي ما بيقول الرسول بوليس انه المسيح انه يسوع المسيح مات وقبر وقام وظهر فالنزول الى القبر كان يعتبر هو النزول الى الجحيم اي ان المسيح اي ان المسيح مات موتا حقيقيا والبرهان على ان المسيح مات انه قبر انه قبر انه وضع في القبر كويس ان المسيح وضع نفسه وقطع حتى الموت موت الصليب لكنه مش بس مات على الصليب لكنه ايضا ذهب الى القبر بايس ده 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 فالمقصود بالجحيم ليس مكان العقاب والدينونة المسيح نازل الى القبر وعشان كده من 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 التاريخ ده من سنة 650 وهناك بعض المدارس التفسيرية المرتبطة بهذا الجزء ايه المدارس المختلفة التفسيرية اللي عبارة ونازل المسيح الى الجحيم او الى الهوية بايس في مدرستين المدرسة الاولى بترى ان المسيح نزل حرفيا الى الهوية والهوية كان فيها ارواح مؤمني العهد القديم والمسيح اعلن انتصاره على الشيطان وجنوده ونازل الى الهوية لكيما يطلق ارواح هؤلاء الابرار ويأخذهم معه الى الفردوس ده ده تفسير الاولان وطبعا اصحاب هذا التفسير على عيننا وعلى رأسنا زي ما احنا بنقول لكن هناك مدرسة اخرى تفسيرية ترى ان الهوية او عبارة الهوية تشير الى القبر فالمسيح صلب ومات وقبر كجزء من حالة الاتضاع التي جاء بها ليخلص العالم فحياة المسيح تنقسم الى قسمين قسم بنسميه الاتضاع وقسم بنسميه التمجيد الاتضاع الاتضاع بدأ بالتجسد عندما ولد من عزراء وبحياته في الناصرة وبصلبه وموته ودفنه كويس ده الاتضاع التمجيد بدأ من القيامة والصعود والجلوس عن يمين الاب والمجيء في المجد مجيء ايه مجيء التاني دون المرحلتين اللي دايما يعني نقرأ عنهم في كتاب عن حياة الرب يسوع فعبارة نزل الى الجحيم او نزل الى هوية المقصود بها انه قبر وانه وضع في القبر ده المدرسة التانية اللي بتقول كده طب اجي الى المدرسة الاولى المدرسة الاولى بتبني الفكرة التفسير بتاعها ان المسيح فعلا نزل الى مكان يسمى الهوية والهوية ده موجود في زي ما في قسم للاشرار هناك في قسم الابرار وموجود في الابرار الابرار العهد القديم هؤلاء الابرار العهد القديم كانت ارواحهم محفوظة ومنتظرة حتى اتى المسيح عندما مات على صليب فترة الموت دي قبل القيامة نزل فيها الى الهوية لكي ما يخلص هؤلاء ويبشرهم بان الخلاص كويس خلينا ترح سؤال مهم كيف يخلص الانسان كيف يخلص الانسان كيف نخلص هل الانسان في العهد القديم اساس خلاصه نفسه هو اساس خلاص الانسان في العهد الجديد هل الخلاص واحد هل الطريقة واحدة وعلى اي اساس ابرار العهد القديم خلصوا او اتفادوا كتاب مؤدس من اوله الى اخره بيأكد لنا الحقيقة الواضحة اللي زي الشمس انه بدون سفك دم لا تحصل مغفرة بدون سفك دم لا توجد مغفرة نهائي فالانسان الذي لا يقبل دم يسوع المسيح المعروف سابقا قبل تأسس العالم الذي يطحر من كل خطية هذا الانسان لا يقبل لا يوجد قبول للانسان امام الله بدون سفك دم طيب امال ازاي الانسان في العهد القديم خلص علشان اوضح الفكرة دي خليني ارسم خط هنا هسمي الخط ده خط التاريخ او خلينا اقوله ازا بيسموه تاريخ الخلاص تاريخ من اول ما الانسان الانسان خلق وحتى السماء الجديدة والارض الجديدة التاريخ كتاب معدس كله ده تاريخ الخلاص ده بيبدأ هنا وبينتهي هنا ليه بداية وليه نهاية وليه كتاب مؤدس يعرف انه هناك بداية في كتاب مؤدس هناك نهاية هناك ارض رب بيخلق ارض في التكوين في الرؤية بيخلق سماء واردين جديدة هناك في سفر التكوين الانسان بسبب خطيته بينفصل عن الله في سفر الرؤية بنجد ان الله بيسكن مع الناس هو ده ما اسكن الله مع الناس فهناك بداية ونهاية لهذا التاريخ في النص في النص هنا يقف صليب المسيح هنا يقف صليب المسيح انا النهاردة موجود في سنة الفين وثلاثة وعشرين ميلادية كيف خلص الانسان الذي كان قبل المسيح الانسان الذي كان قبل المسيح خلص بالايمان بالمسيح لانه في كل مرة كان يقدم الزبائح الزبائح كانت رمز للمسيح ويقول لنا كاتب العبرانيين انهم رأوا الموعيد من بعيدة وصدقوها واحيوها فعلى اساس الرجاء على اساس ما سوف يحدث في ملء الزمان على اساس زبيحة المسيح الكاملة التي ستأتي في ملء الزمان كل الذين آمنوا بهذا خلصوا في العهد القديم على اساس الرجاء رجاء المسيح يسوع وموت المسيح من أجلهم نظروا إلى هذه الموعيد من بعيد وصدقوها وأحيوها فهم خلصوا بالإيمان بالمسيح مش بطريقة تانية ولا بالأعمال ولا بالنموس فالنموس لا يخلص أحد فمن يخطئ في واحدة يصير مجرما في الكل لكن النموس كان بيكشف ضعف الإنسان وعجزه فبالتالي بينظر إلى الخلاص الإلهي الذي فيه يسوع المسيح فهم بالنسبة لهم خلصوا بالإيمان فيما سوف يحدث في المستقبل طب أنا أنا خلصت بالإيمان بما قد حدث في الماضي كويس أنا كمؤمن النهاردة في العهد الجديد كويس أنا خلصت بالإيمان بما قد حدث من الفين وثلاثة وعشرين سنة عندما علق يسوع المسيح على الصليب فأنا خلصت بالإيمان بحدث قد تم وشخص قد رفع من أجلي على عود الصليب ومات نيابة عنه فإحنا الاتنين إحنا الاتنين مؤمن العهد القديم خلصوا بالإيمان بالمسيح على أساس الرجاء مؤمن العهد الجديد قد خلصوا بالإيمان بالمسيح على أساس ما قد تم في الماضي فلا توجد عند الله طريقتين لخلاص الإنسان خلاص الإنسان واحد بدم يسوع المسيح لأنه بدون سفك دم لا تحصل مغفرة واضحين إلى هذه النقطة يعني في النقطة دي أتمنى أن النقطة دي تكون واضحة بالنسبة لنا طيب أجي إلى زي ما قلت النصوص الكتابية اللي بتبني عليها اللي بيبني عليها البعض أنه المسيح قد نازل إلى الجحيم من ضمن هذه النصوص العبارة الموجودة في أعمال الرسل وأصحاح اتنين لما يقول لأنك لن تترك نفسي في الهوية ولن تدع قدوسك يرى فسادة أوكي فبيقولوا أنه المسيح نازل إلى الهوية لكنه لم يترك في الهوية طب الهوية هنا أشارة إليه أشارة القبر لن تترك نفسي في الهوية ولن تدع قدوسك يرى فسادة لأنه القبر أي جسد بيوضع في القبر لفترة معينة هذا الجسد بيحصل له إيه بيفسد بيتحلل ده الفساد يأكل الدود ويبقى بس عظام المسيح المسيح وضع في القبر المسيح وضع في القبر لكنه حفظ وبالقيامة انتصر على الموت فلم يرى الفساد ولم يكن للموت سلطانا عليه فهنا بيأكد انه وعد الله للمسيح للمسيح انه سينقزه بالقيامة التي هي برهان على لهوته المسيح قام منتصرا من بين الأموات فانفعش أرسم أو يعني استخدم الآية دي كأساس لأن المسيح نزر إلى الجحيم فيه آية تانية فيه رمية عشر يقول وأما البر الذي بالإيمان فيقول هكذا لا تقول في قلبك من يصعد إلى سماء أي ليحضر المسيح أو من يهبط إلى لهوية اللي يصعد المسيح من الأموات ليصعد المسيح من الأموات عايز يقول هنا عايز يقول بكل بساطة يا جماعة المسيح موجود ليس هو بعيد عننا لهو في السماء منفصل عننا ولا لو تخيلنا أنه في الأرض بعيد عننا المسيح موجود قريب منك الكلمة قريبة منك كلمة الإيمان قريبة منك ده اللي عايز يقوله فعايز يقول أنه ما حد يقول أنا لا أنا هعود أدور على المسيح في السماء ولا هعود أدور على المسيح في القبر المسيح المسيح موجود موجود معنا وموجود قريب مننا فالآية دي بردو ما ينفعش نستخدمها على أن نحن نبني عليها عقيدة نزول المسيح إلى الجحيم طيب آية تانية ودي آية موجودة في أفاسوس أصحاح أربعة لذلك يقول الصعد للعاء سبس بأنه أعطى الناس عطايا وأما أنه صعد فما هو إلا أنه نزل أيضا أولا إلى أقسام الأرض السفلة ودي بيبنى عليها أن المسيح نزل إلى الجحيم نزل إلى أقسام الأرض السفلة السورة هنا هي سورة ملك منتصر والنص ده بيكلم عن المواهب الروح الكدس وكيف أن الله بيعطي للمؤمنين وللكنيسة مواهب مختلفة وعطايا مختلفة وزيما الملك المنتصر في العهد القديم كان يجمع السبايا وعندما يجمعها يوزعها على جنوده كذلك أيضا المسيح بموته وقيامته هو وحده الذي يوزع عطايا وهبات على المؤمنين هو الذي يمنح المواهب والوزنات المختلفة للقديسين لكي ما يكون كل واحد مننا بدور ولما يقول نزل أيضا إلى أقسام الأرض السفلة عايز يقول أن المسيح قد قبر قد مات حقا لكنه منزلش إلى الجحيم العبارة لا تعني الجحيم نهائي نص آخر بتبنى عليه هذه العقيدة وهو نص أيضا كبير ومهم موجود في بوترس الأولى أصحاح ثلاثة وأن النص يفهم أن أرى الجزء كل على بعض بيقول هنا فأن المسيح أيضا تألم مرة واحدة من أجل الخطايا المسيح تألم مرة واحدة وقدم نفسه زبيحة مرة واحدة البار من أجل الأثمة لكي يقربنا إلى الله مماتا في الجسد ولكن محيا في الروح مسيح مات لكي ما يقدم لنا فداء لكن المسيح أساسا حي محيا في الروح لا يمكن أن يموت الجسد هو الذي مات لكن الكلمة الأزلي لا يمكن أن يموت الكلمة الأزلي المسيح الذي فيه أيضا فيه الذي في المسيح المسيح المحي الروح المحي المسيح الذي فيه أيضا ذهب فكرز للأرواح التي في السجن لو العبارة دي وقفت هنا كنت أقول آه في أرواح في السجن والمسيح ذهب لكي ما يكرز له لكن العبارة ما وقفتش هنا بوتروس ما وقفش هنا بوتروس عايز يقول لي تفاصيل أكتر عن اللي بيقصده بهذه العبارة فيقول لي الذي فيه أيضا ذهب المسيح فكرز للأرواح التي في السجن إزعصت قديما إزعصت قديما يبقى الزمن إمتى إنه الأرواح دي كانت قديما عصت حين كانت أنات الله تنتظر مرة في أيام نوح يبقى الزمن اللي فيه المسيح قرز بالروح للأرواح التي كانت في السجن كان الزمن الذي هو زمن نوح في فترة بناء الفلك اللي استمر 120 سنة كانت هناك خدمة بيقوم بها المسيح بالروح وهو أنه يكرز للأرواح التي كانت في السجن إز كان الفلك يبنى يبقى الفترة دي نعرف إنها فترة بناء الفلك الذي فيه خلص قليلون أي ثمان أنفس بالماء يبقى هنا بيكلمنا على حاجة مهمة جدا بيقول إنه فيه أرواح كانت في السجن هذه الأرواح لم يخلص منها إلا ثمانية يبقى إشارة الأرواح التي في السجن هي تشير إلى تشير إلى الإنسان الخاطئ البشرية الخاطئة المسيح لم يترك نفسه بلا شاهد المسيح كان كارزا بالروح للناس في العهد الأديم في أيام نوح وكان المسيح أيضا كارزا من خلال نوح بالروح القدس هذه النفوس التي كانت في سجن الخطية لم يخلص منهم إلا ثمانية وهو نوح امراته وأولاده الثلاثة وزوجتهم يبقى النص بيتكلم عن أرواح ولا بيتكلم عن سجن حقيقي موجود تحت الأرض ده بتكلم عن الإنسان اللي مسجون بالخطية الإنسان اللي عبد للخطية ومسجون بسبب الخطية أن المسيح كان كارزا لهؤلاء لأن الله يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون فالله لم يترك نفسه بلا شاهد كان المسيح كارزا في نوح في نوح بروح القدوس كان كارزا في نوح 120 سنة يكلم الناس عن التوبة ويكلم الناس عن الدينونة ويكلم الناس عن التوفان اللي جاي ويكلم الناس عن تركهم للخطايا لكن لم يخلص أحد إلا تمانية وده نقراف تاكوين ستة وسبعة وتمانية نفس التفاصيل فمش بتكلم عن المسيح نازل إلى الجحيم لو بيكلم عن حادث تم في الماضي صنعوا يسوع المسيح الآية لي فرصة تانية هل ممكن يبشر كتاب يقول لنا لا كتاب يعتبر انه الفرص الوحيدة للانسان للخلاص هي فرصة حياته اذا مات انتهى اذا مات بتأتي مرحلة العقاب فما فيش حاجة عندنا في كتاب اسمها فرصة تانية للاموات وما القصده هنا ايه عايز اقول هنا انه بشر الاموات ايضا الاموات بالخطايا لانه الانسان بتكلم عنه بوليس الرسول ان احنا كنا امواتا بالزنوب والخطايا نحن بشرنا بالمسيح بشرنا بالمسيح لكي لا ندان لكي لا ندان بالجسد ولكن لكي نحيا بالروح ودي قصة كل مؤمن عارف الرب يسوع المسيح فحقيقة ان المسيح نزل الى الجحيم وبشر الارواح اللي كانت بتتعذف في الجحيم او منتظرة خلاص المسيح هذه الحقيقة فيه نصوص كتابية اخرى بتعتبر يعني مناقضة لها من ضمن هذه النصوص اقولها لحضراتكم في لواء ثم قال يسوع قال ليسوع اللص اللي كان موجود على الصليب ثم قال ليسوع اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك فقال له يسوع الحق الحق اقول لك انك اليوم تكون معي في الفردوس مالوش بعد ثلاثة ايام هتكون معي في الفردوس قالوا اليوم تكون معي في الفردوس مالوش لما اوم من الاموات هتكون معي في الفردوس قالوا اليوم في اللحظة اللي فيها تنطلق روحك وتترك الجسد انت هتكون معايا في الفردوس اللي يوجد أبداً ذكر أن المسيح هينزل الجحيم ويقعد ثلاثة أيام في الجحيم عشان يبشر الأرواح ويطلق الأرواح اللي كانت محبوسة في العهد القديم لم يكن هناك أرواح محبوسة في العهد القديم كبايز حاجة تانية يقول ونادى يسوع بصوت عظيم وقال مسيحه على الصليب قال إيه يا أبتا في يدك أستودع روحي ولما قال هذا أسلم الروح بأين ذهبت روح المسيح بعد الموت في يدك أستودع روحي المسيح كإنسان كامل عندما مات انفصلت روحه عن جسده ظل اللهوت ملتصقا بالنسوت لم يفارقه لكن الموت الجسدي هو مفارقة الروح للجسد أين ذهبت روح المسيح المسيح قالها بكل وضوح في يدك في يد الآب أستودع روحي نفس المعنى اللي قاله قبل كده اليوم تكون معي في الفردوس طيب المسيح عندما أسلم الروح ماذا حدث لروحه لم تنزل إلى حاجة اسمها الجحيم ولم تقعد في الجحيم ثلاثة أيام لكنها صعدت إلى الآب في يد الآب في يد الآب آية أخرى مهمة جدا في متى 22 في متى 22 يقول للرب يسوع أفما قرأتم ما قيل لكم من قبل الله القائل أنا إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب ليس الله إله أموت بل إله إيه إله أحياء الله إله أحياء طيب كانوا أحياء فين كانوا أحياء فين هل كانوا في مكان موجود في القبر تحت الأرض هل كانت نفسهم محبوسة ومسجونة والمسيح والمسيح منتظرين المسيح ينزل يبشرهم بوليس الرسول قال كده إنه ليش تهى أن أنطلق وأكون مع المسيح وده أعتقد نفس اللي كان بيحصل مع قديس العهد القديم إنه في اللحظة التي فيها تفارق الروح للجسد تصعد الروح إلى الرب والجسد يوضع في القبر ده ده الوضع الطبيعي اللي في العهد القديم واللي في العهد الجديد يعني يوم ما مات إبراهيم صعدت روحه إلى الرب يوم ما مات إسحاء صعدت روحه إلى الرب وضع في الجسد بالجسد في القبر طب إزاي صعدت روحه على أساس الرجاء والإيمان بيسوع المسيح وبالرجاء في عمل يسوع المسيح الكفاري وليس هناك طريقة أخرى فلم يخلص إبراهيم بالأعمال ولم يخلص إسحاق بالأعمال ولم يخلص أيضا يعقوب بالأعمال لكنه بالإيمان في يسوع المسيح عش كده يقول لهم رب يسوع أنه الله ليس إله أموات هم لم يكونوا أموات ولم يكونوا في السجن ولم يكونوا مقايدين لكنه يقول لهم أنه الله إله أحياء ألم يقل أفما قرأتم ما قيل لكم من قبل الله القائل أنا إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب ليس الله إله أموات بل إله أحياء يبقى الله موسى وإله قد ظهر لهم يتكلمان معه ده في حديث التجلي في مادة 17 لما لما هيئته تغيرت وشافوا يسوع المسيح بمجده ورأوا أيضا أن موسى وإلية إزاي موسى وإلية إن كان موسى وإلية من أنبياء العهد القديم وأنبياء العهد القديم بهذا الفكر إن كانوا موجودين في الجحيم ومحبوسين في الجحيم كويس ومنتظرين المسيح أن يأتي فكيف لهم أن يخرج من هذا السجن ويزهر مع المسيح إن لم يكونوا أحياء عند الرب عند الله ده نص مهم جدا وإز موسى وإلية قد ظهر لهم يتكلمان معه وموسى وإلية من أنبياء العهد القديم موسى بيرمز إلى النموس وإلية هو يرمز إلى الأنبياء وعش كده يعني أنا أرتاح إلى إلى الإيمان بأن كلمة ونزل إلى الجحيم لا تعني جحيم فيه قدسين وأبرار العهد القديم وإنه مكان انتظار للأرواح لكن لما يقول ونزل إلى الجحيم أصد يقول أن المسيح مات موتا حقيقيا وأنه قد قبر ودعا في القبر ودعا في القبر أنه وضع نفسه وأطاع حتى الموت موت الصليب ووضعا في القبر أما أنبياء العهد القديم ورجال الله في العهد القديم وقدسين العهد القديم فالله ليس إله أموات بل إله أحياء هو إله إبراهيم وإصحاق ويعقوب زي ما هو إله موسى وإلي وهؤلاء الأنبياء وكل القديسين كانوا معهم على أساس واحد على أساس واحد هذا الأساس هو عمل يسوع المسيح الكفاري لأن دم يسوع المسيح معروف سابقا قبل تأسيس العالم وإن هم يعلموا جيدا أنه في ملء الزمان سيأتي المسيح الذي سيرفع خطايا العالم ويقدم نفسه ذبيحة نيابة عن البشرية وعلى أساس هذا الإيمان هم أحياء وعلى أساس الإيمان أيضا بتاعنا نحن النهاردة أن المسيح قد صنع هذا عندما جاء من ألفين سنة نحن أيضا هنكون مع المسيح فعمل المسيح هو واحد هو واحد والأجل هذا صوت المسيح إلينا إلى يومنا هذا أن نقدم نفوسنا له أن نؤمن أن نؤمن بعمل الكفاري أن نؤمن بفداء الذي صنعه لأجلنا أن نؤمن بأنه يحبنا ويقبلنا بخطايانا لكي ما يرفع عنا هذه الخطايا تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثلق لي الأحمال وأنا أريحكم ما زال صوت المسيح إلى يومنا هذا بينادي علينا أن المسيح ما زال ينادي على كل إنسان في الخطية ميت بالزنوب والخطايا لكي ما يعطيه حياة وحياة إلى الأبد إلى أن نلتقي في حلقة جديدة سلام المسيح مع حضراتكم